اشتركوا في القناة قبل صلاة الجمعة مباشرة في مسجد فاضل بمدينة السادس من اكتوبر الحمد لله رب العالمين ربنا نجى شيخنا وعلمنا الجليل الدكتور علي جمعة من محاولة الاغتيال الفاشلة التي كانت تحاول ان تستهدفه اثناء دخوله للمسجد هي قصة انه الدكتور علي جمعة مباشرة بعد محاولة الاغتيال قال زي ما قلت حراكم في العنوين ان كلاب اهل النار يحاولون اغتياله او التخلص منه والحقيقة انه كلاب اهل النار دي شيء يخص الفقه والشرع وتحليل وتقييم الدكتور علي جمعة اما تحليلي انا الشخصي فهم كلاب اهل الدنيا يعني اهل النار دي قصة تانية نتكلم فيها بعضين اما القصة التي تعنينا هم كلاب اهل الدنيا اللي طول الوقت طول الوقت عايزين يهدموا البلد دي انا مش عايز اكلم كتير عن تفاصيل الحدثة لانها حدثة او محاولة اغتيال تمت بطريقة بداية طريقة ساذجة والطريقة البداية دي تخلينا نشك من اللي ممكن يكون وراها يعني هي مش عملية احترافية فيها عبوة مفخخة ولا فيها عربية مش عارف ايه واطلق رصاص مش عارف كذا ده هي اربع افراد ملثمين ركبين على متسكلين كل اتنين على متسكل واثناء دخول الدكتور علي جمعة اختروا لحظة اطلقوا فيها الرصاص الحمد لله كان فيه صور اسمنتي كبير حائط كده اسمنتي كبير الدكتور علي جمعة توارى خلفه حماية من الرصاص حارسه بس اللي اصيب بطلق راري ويجري اسعافه حاليا في احدى المستشفيات ودي صور مباشرة للحياة اليوم من مسجد فاضل في مدينة الشيخ زايد او مدينة سنة اكتوبر تحديدا في منطقة قرب سومنت لو فكرنا لو فكرنا وقلنا طيب ايه حكمة التوقيت احنا واخدين بالنا ان احنا بقالنا فترة كبيرة الحمد لله فترة مش قليلة شهور طويلة وربما عدينا السنة ما كانش فيه عمليات ارهابية في مصر بالشكل الكبير وحتى ما فيش عمليات اغتيال او محاولات اغتيال يعني انا فكر ان اخر عمليات اغتيال كانت للشهيد هيشان بركات النائب العام الراحل ربنا يرحمه ويغفر له باذن الله فبالتالي احنا بنتكلم على سنة وشوية حدثة هيشان بركات كانت في رمضان في شهر رمضان المعظم مش اللي فد اللي قبله فبالتالي احنا بنتكلم على سنة وشهر على اخر حدث اغتيال وقع في مصر لشخصية سياسية او شخصية قانونية او شخصية عامة وبنتكلم كمان على سنة وشوية على حدثة ارهابية سواء كبيرة او صغيرة يعني وده كان الحمد لله دليل على استقرار الأوضاع في مصر ودليل كمان على نجاح سواء الجيش في سيناء في بسط سيطرته على سيناء وتضييق الخناق لأبعد الحدود على الخلال الإرهابية والتكفيرية والخارج على القانون هناك أو كمان لازم نعترف أنه دليل على نجاح القوات الأمنية وجهزة الأمن الوطني والمباحث العامة وكذا وكذا في بسط سيطرتها على الأوضاع هنا في المحافظات والمدن المصرية وتقزيم دور الإرهاب والإرهابيين إلى أبعد الحدود وطبعا جزء منه حالة من اليأس اللي أصابت الإرهابيين في عدم قدرتهم على فعل شيء إيه الحكمة بقى أن ترجع محاولة اغتيال النهاردة لقامة دينية ووطنية كبيرة زي الدكتور علي جمع في زاويتين في زاويتين ده طبعا كلام اجتهادي أنا النيابة العامة بتحقق ويه القصة هتمشي في مصارها القانوني لكن احنا كلنا بنحاول ان احنا نفهم الأوضاع ونقرأ ما بين السطور الزاوية الأولى هي ما حذر منه الكثيرون مساء أمس ترجمة نانسي قنقر